اهلا بحضراتكم من جديد اعتقد بعد حوالي 480 حلقة تقريبا دخلين على مشارف 500 حلقة مالك وكتابة لما تقولوا كنا بنتكلم قبل كده في 3 ساعات يعني بنتكلم في حوالي 1500 ساعة تقريبا من مالك وكتابة كافيين جدا ان حضراتكم تكونوا حفظتوا كويس قوي منهجية مالك وكتابة شخصية البرنامج طبيعة البرنامج لغة البرنامج المحددات القيمية والاخلاقية لمالك وكتابة اللي دايما وابدا بتخلينا مترفعين دائما عن اي تجاوزات قد تحدث لكن عندما يتعلق الامر فيما يخص النادي الاهلي فلا مجال للسكوت حقوق النادي الاهلي لا مجال للتهاول سمعة وقيمة الاهلي لا مجال للتسامح فيما يتعلق بشخصنا كثيرا ما ينال البعض وكثيرا ودائما ما نترفع ومؤمنين دائما وابدا بكل مقولات وقيم الترفع الكتير اللي انتو حفظتوها عننا لكن لما يتعلق الامر باي محاولة للمساس بزمة لا اي لسان هيتطاول فيما يخص الزمة من المالية هيتقطع اي حد ما عندوش اهم من سمعته من قيمته من مكانته فبالتالي بنناقش بمنتهى الوضوح اي اتهمات تتعلق بمثل هذه الامور حفاظا على القيمة والقامة الزميل عبدالشافي صادق الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي خرج علينا في قناة الحدث اليوم متحدثا عن المهندس عدلي القيعي فيما يخص امر ظهر فعلا انه المهندس عدلي متهم بالحفاظ على حقوق النادي تبعت كويس اوي اللي انت قلته اضيف عليه كلمة انا مش هرده من باب ان انا برد على حد انه من باب الناس تعرف ووضح الامور من كتر الشوشرة تبتدي الصورة كده تبقى مهزوزة يعني موضوع جيرالدو ده من المضحكات المبكيات يعني لان تحب تسمعه الاول هو الايه عشان باب لا لا يعني طيب نسمع الزميل عبدالشافي صادق الايه فيما يخص جيرالدو وصفقة جيرالدو ونرجع نسمع كلام المهندس عدلي الورق ده يا سيدي فيه لاعب اسمه هرمان جيرالدو انتقل النادي الاهلي المهندس عدلي القياه طلع للرأي العام وقال احنا جبناه بستمائة الف دولار وانه ملهوش وسيط او ليس له وكيل اعمال وفوجئت انه وكيل اعماله اللي هو هشان بن صالح وهو تونسي يرسل لي الاوراق كاملة انه هو وكيل اللاعب وانه المهندس عدلي القياه لا يقول الحقيقة وانه هو عايز نصيبه من السفقة بعد ما تم الاتفاق النادي الاهلي وتم الاتفاق في واحد نوفمبر وكمان فيه زي ما بيقوله توكيل اللاعب لهشان بن صالح الراجل وكيل الاعمال اللاعبين التونسي مع هيرمان جيرالدو تفويض اه انه هو مينتخلش اللي من خلاله وانه حسب الورق اللي معايا دي ورقة هو وماضي عليها هيرمان جيرالدو وهي هشان بن صالح انه ماتفقين انه هو يروح على النادي الاهلي ب 2 مليون دولار و200 ألف دولار تاني 2 مليون دولار و200 ألف دولار في الوقت اللي قال فيه المهندس عبدالوقيعي انا وفرت على النادي الاهلي وجبته 600 ألف دولار ومالهوش اي ووكيل اللاعبين هشان بن صالح انا هتخلين اقلب في الورق وكنت عاوز اقول حاجات كتير هشان بن صالح تقدم بشكه المجل الاهلي وقال له من عايز لصيبي او عملتي حسب الموجود هنا بصفة الايجنت بتاع اللاعب انا عايز عملتي من اللي تم الاتفاق عليه ماشي وحتى لو قرد تفاصيل العقد احمد هتلاقي انه يحصل على 200 ألف دولار عند التوقيع وبخيط العقد الممتد لأربع سنوات بيتم تسديده على مدار الأربع سنوات هقولهم بالأرقام 450 ألف دولار في السنة الأولى 500 ألف دولار في السنة الثانية 550 ألف دولار 600 ألف دولار في السنة الرابعة ده على غير اللي قاله المهند سعد للقاية اطلاقا ويا شام بن صالح قدم شكه الناد الأهلي وقدم شكه الاتحاد دولة كونت القدم بيطالب بحقه في الصفقة بصفته الايجنت بتاع اللاعب وانا عندي ورقة تاني بيقول انه مش ايجنته بس كمان انه هم فيه اتفاق مسجل بينهم بأرقام جوازات صفارهم يا شادي مسجل فيه اتحاد دولي ان هشام بن صلاح هو الوكيل غير الكلام اللي روجه له المهندس عاد للقاية وعندنا صورة من العقد وعندنا صور صور من الحاجات الموسقة حتى فيه رسالة لنادي اول اغسطس الانجولي اللي النادي الأهلي بيقول انه هو وكيل اعماله هو هشام بن صلاح انا بتكلم على عاملة الراجل انت جاي بتقول مالوش حد والراجل بقدمناك بسيقة رسمية موقع عليها الطرفين اهو طيب اخونا اللي استاذ عب شافي هو بيتكلم على عاملة الراجل بس قال حريسي لقاوي على عاملة الراجل اه عاملة الراجل التونسي هشام بن صلاح وفي رواية اخرى هشام بن صلاح ما علينا بس ايها الفكرة ايه قالك هو اصلا الراجل معاه ما يثبت انه الاهل اشتراه بثنين مليون دولار وستمائة ألف دولار لا اه هو عايزي جابهنه باتنين مليون ومئة دولار ومئة الف دولار لكن الموانس عادل القيعي عكس ما قال الموانس عادل القيعي انه جابه طب احسيبكم الموانس عادل القيعي اللي قدامنا دلوقتي ما نرجع للموانس عادل القيعي بتاع 2012 يعني تقريبا من 11 شهر دلوقتي لما رجع من لواندا من انجولا خلص صفقة جيرالدو وساعتها حكل حضرات كل حصل سيبنا من الموانس عادل القيعي اللي قاعد نروح للموانس عادل القيعي بتاع 2012 2019 2018 واللي قال وقتها لكن اللي كان العقبة سيد إبراهيم حتى من قبل مسافر من القاهرة دي كانت المشكلة وخفت انها تؤثر على مصار انتقال اللاعب الى النادي الاهلي تدخل اكتر من وكيل في الموضوع كل واحد يقول لك انا عندي منديت انا عندي منديت وعايز ياخدك لوحدك وعايز ينتزع منك ورق من النادي الاهلي انه هو اللي بيمثل اللاعب تترتب عليه حقوق ليه بقى طبعا انا بقيت في حيرة احسم الموضوع وانا في القاهرة هنا ولا وانا على الطيارة اقول لهم خلاص اللي يعرف يقابلني في انجولا واللاعب يقول لي هو ده الوكيل بتاعه هو ده اللي هتعمل معاه وفي كل الاحوال جبتالهم على بلاطة الوكيل اللي بيكلمني ده بيمثل اللاعب ولا يمثلني يعني محدش مالوش حق عندي ماتجيش تقول لي انا قلتلك على اللاعب اللاعب محدش قلن عليه ماش في المجهول ده لعيب لعب معنا اه قدامنا وشوفناه مه فطبعا اه قررت ان انا الجأ للحل التاني مه ولفعلا وانا قبل ما تواجه المطار حصل اتصال من احد الوكيلاء استغربت جدا حتى للحوار مه يا استاذ عدلي انت هو من يعني يعني شمال افريقيا من شمال افريقيا انت مسافر تجيب جرالدو كنت معتنا بقى جواب انتظرونا لنادي اول اغسطس قلت له حضرتك يعني انا مندهش جدا انت بتسألني ليه هل عشان ما قلتليش قلت له طب وقول لحضرتك ليه باعتبارك ايه قال لي باعتبار ان انا وكيل اللاعب قلت له اهل وسهل قابلني هناك قال لي على فكرة الرئيس النادي مش هيقابلك لانه هو بعث لي جواب وانا بعثت له جواب وقال لي خليه الاول يقول العرض بتاعه عن طريقك وبعدين قلت له لا مش كلام من ده انا مسافر ابعت جواب ليه وانا مسافر يعني انا راح اقابل واحد ابعت له جواب من فضلك انا ما عنديش مشكلة على رأسي معين وراسي تفضل حضرتك كنت بتمثل اللاعب قلت له انت في اللحظة اللي بتقول لي انا بمثل اللاعب فيه واحد في النادي اللي قال النهاردة مصري بيقول انا بمثل اللاعب ومعيا منديت منه قلت له انا اللي يعنيني هذا الامر اللي بمثل اللاعب هو اللي حيكتب في العقد اللاعب هو اللي حيقول مين اللي بيمثني وخدت عرفت بقى انه هو له وكيل انجولي زي اللي هو مكتشفه او حاجة زي كده فقلت من المنطقي انه لما رح هناك مش هقابل غير الانجولي ده بودا اللي حصل التراجي كان داخل في الصفقة والله اللي تقلي يعني الوكيل اللي هو التونسي اللي كان بيقول أنا التراجي طيب لما كلمه كنت في المطار رحلك هناك ولا مصحبش ولا ولا جاي هنا هو بس حدف كلمتين جدا النهاردة عشان يبقى واخي الليلة لانه مش فيها حاجة اسمها حاجة بن صالح هشام اه حاجة بن صالح قال لك الاهل اشتراها بعد ما كان المفروض يستنى وكان استنى كان خدوا ببلاش وليه الاهل دفع ستمائت ألف دولار قال لك دفع مليون دولار دفع مليون دولار وقد تقدر اجبهوله ستمائة طيب والاهل ما دفعش مليون دفع ستمائة فقط ستمائة ألف دولار ستمائة ستمائة ألف دولار إنما الفكرة كلها ده هو ده دليل أنه ما كانوش دور يعني الكلام اللي طلعه نهاردة دي الحرقة طيب قال إنه كان فيه كلام مسبق من بدري مع النادي الاهلي نقطة المهمة ما فيش وكا لا حتاكوت حاجة من النادي الاهلي فهذا الامر وهو برضو لما قلت له قال لي ازاي ده انا بعيدت لك جاوب قلت له ان انت بتقول لي على العيب انا عارفه وشايفه وبتقول لي ان عندك من ديت منه انك بيه انت بتمثله ازاي انت تبقى محامي بتاعه وبتاعك ماينفعش صحيح ده حتى الفيفا بتاديت تتنبى لده اه ورغم هذا الناس ماشية بالمنطق ده احد عشرة في المية زي ما هم بيطلبوا يعني يعني اللاعب فادق يزيد ستين في تلاتين في المية لتدخل واحد في النص ما لهش دور اتكلمت معاه اللاعب جيرالدو لا ما انا قبل ما اروح يا كابت السيد اعرف لي مين وكيل الراجل ده فقال لي جيل بيرتو سأله وقال له لا ده انا الوكيل بتاعي انجولي وما حدش تاني قلت له عشان حيكتب ده كده هو في الاتفاق يعني ما فيش وكلة هياخدوا حاجة من الاهلي ده الكلمة كانت واضحة وهنا يباني الخلاف بين اللي احنا بنقوله واللي الاخ عبد الشافي بيقوله عبد الشافي معاه ورق بعد قوله هشام بن صالح الوكيل التونسي اللي ورد هي فين الاضاية يا سيد براهيم والله يعني متدقى ان احنا بنرد تسدى ان انا فين الاضاية راجل بقوله انت وكيله قاله مطلوب مني بيقوله انت مقولت ليش انك مسافر وقولك ليه هو انت الوكيل بتاعي انت الوكيل بتاع اللعب روح ابيلني هناك بالزبط انت تتكلمه هو بتتكلمني انا ليه هو ما قدرش تتكلمه هو قالي رئيس النادي مش هيقابلك قلت له طيب خلاص انا مليكش دعو بي هروح انا الواحد مش هيقابلك يعني قصة عجيبة جدا وبيقولك انه عفق يعني مشكلة هو ايه ايه ده يا اخوان ندرسه حتى يعني انت عايش سدي واحد يعني ايه الم ولا تعلم عليه ادرس مش ت انت اشكرك انك انت بانت للرأي العام قد ايه ان كان في حرص على مصرحة الاهلي وان احنا مش اي حد يضحك علينا وهنشترب ستمائة الف دولار مش هنشترب دلوقتي دلوقتي هشام ها ها حيشتك اوشتك ها افرد ان الفيفا حكامله ايه تبهزيمة ضد الاهلي لا اللعيب هو اللي قال ده مش وكيلي ما اقدرش اقول للعيم استشغل مع الوكيل الفلاني انا لما روحت انجولا وجلبرت وجابه من وكيلك يا عم جاه مع واحد فعلا الراجل ده جرالدو ما بتكلمش هو اللي بتكلم وبعد ما خلصنا كل حاجة تعالى جرالدو امضي انا عملت نصب الكابتل خطيب المهم اربع ساعات عملين تليفونات وبعدين امضي فالرجل قال بكرا ما قابل رئيس النادي اتضح انه نوح ضرب مع رئيس النادي ايضا تضح انه هو راجل اه يعني زي ايه عندو اكادمية هو اللي اكتشف جرالدو واخدوا وقدموا وستمر معا انا دة لا يعنيه كل ده لان انا يعني حتى اول كلمة اه قلتليم الاهلي مش هيدفع عمولات لحد اه انت مش الوكيل بتاع اللاعب منك لللاعب تبقى انت اللاعب اللي يديك بالضبط منح اللاعب او بتمثل النادي الانجولي تاخد من النادي الانجولي لكن انا مش مش محتاج حد انا اعرف اللاعب ده جونوا مبارح في مباراة مباراة مع منتخب انجولا ضد منتخب اه في جنبي اه في جنبي ايز اقوله لك الموضوع ما يستحقش النات لان حتى الى الاشتراف الوصاش شادي ما 600 الف دولار هو بيقول لك هو الورق الورق اللي جابهوله هشام بن صارق قال له انا عرضتوا ب2 مليون و100 الف على الاساس النادي معرفش ايه جابوه الرقم ده حتى منين يعني طب يعني انا غلطان ان انا مرضي تشاخده ب2 مليون و100 الف حتى الوصاش شادي قال له كده شادي هيسي قال له فينو الموضوع ده راجل اه ده بتكلم على الحق وكيل والوصادر عحمد جمال قال له الله ده ما هو كده بيوفر الاهل يعني ما نقول لك انت متهم بالحفاظ على حول اهلين ده هو قال كذا نقطة الحقيقة بسم الله ما شاء الله يعني كانوا احسن من بعض وخدمني فيهم كلهم يعني طيب نسمع كمان الزميل عبدالشافي الصادق هو ماسك حاجة تانية مهمة هل المهندسة القراءة ناسي انه تعاقد مع لاعب اسمه احمد خالد اللي هم سمينه كارلوس وهذا اللاعب تعاقد معاه وانه هو غير صالح فنيا وتم التعاقد معاه لمدة اربع سنوات والاهلي لم يظهر في النادي الاهلي ولما اكتشف النادي الاهلي انه هذا اللاعب مشي من امبي ومشي من الناص التعدين ومشي من الشرقية لأسباب فنية لا تناسب امكانية النادي الاهلي والمهندسة القراءة هو اللي ورت النادي الاهلي في هذه الصفقة فتم الخلاص منه وهذا الموضوع كان محل تحقيق يعني احنا بتكلم في قضايا كتير ومهندسة القراءة لا يتحدث فيها لكن يتحدث على محاولات افساد فرحة الاخرين وهي الاخرين اللي نقصده فرحة نادي الزمالك بطولة كاسم ربما هو متواجد في قناة الاهلي عشان كده لا هو فيها لا انا عاوز اقول حاجة مشكلته عشان التفاصيل دي نصده تواجد على اعتبار انه هو يبقى يفسد الفرحة مش غرض بقى التفاصيل السؤال لا التفاصيل دي خد عقابها هو طيب ها كان عقابها ايه وذلك موجود لسه اكمل يا شاد عقابها انه كان مدير لجنة التعقدات فتم ايطاحه بي وخلهه مستشار مستشار لجنة التعقدات يعني احتراما سنو الكدين انت عارف دايما الانسان اللي ما تقدم في العمر فاحيانا يشوف الامور على غير حقيقتها فالمهندس عدل القيعي له ملف كبير يعني لو فتحنا ملف احمد خالد الشهير بكارلوس اللي راح النادي الاهلي ومحدش توقف عنده كمان ملف اللعب البرازيلي هيدرك اللي دلوقتي عقب النادي الاهلي جات لعقوبة من الاتحاد الدولي مليون دولار الهيدرك وهيدرك برضو كان مسؤولية المهندس عدل القيعي ومحدش شافه في النادي الاهلي طيب انا عاود اتكلم مهندس عدل القيعي ولا علاء عبدالصاد اللي كانت جايبه الاتنين مهو كانوا موجودين الاتنين على فكرة وبعد كده حصل صدام بينه ومن بعد انتهى بيه اللي طاحة بعلاء عبدالصاد بعد وقعت التسريبات التسريبات بعدها التسريبات بعدها بصراح عايزة سقفلك بصراح يعني انا بس انا لازم ارد موضوع كارلوس ده لا علاقة لي والله ما عرفه ولا شفته والحد النهاردة انا ما شفتهوش لان كارلوس ده في اليوم اللي هو جي النادي الاهلي انا كنت بتفاوض على محمد شريف مع الاستاذ ماجد سامي وعدنا طول الليل تقريبا في هذا الموضوع تاني يوم قالوا فيه ولد جي في الناشيين من نادي مش عارف اين في ولا بيتر جيت اسمه كارلوس وانا مع رأى يعني الموضوع ده وبعدين اللازيز بقى في الموضوع عما يجي هي عايز يحط ختم النصر عليها قالك وجرى تحقيق في هذا الامر واصفر عن ايه عن ترقية عن القيع وتعوينه مستشرا يعني التحقيق لما انا الدنيا تقلبت عشان انا وردت النادي الاهلي فيه يبقى بعمل اين في النادي الاهلي حد الوقت بترق ها يعني يا اخي حبوك انا عارف انك هتحاول انت حبوك بعد كده لكن يا استاذ عبد الشفي ليه كده يا ابني ليه يا حبيبي ليه كده ما تخليش انك انت عشان تتقرب من حد انك انت تلغي المنطق وتسيق الى الاخرين مش ده الاسلوب يعني كارلوس اه ما عرفش حاجة عنه وانا لما قاله كارلوس ما عرفش انه حتى هو قال اسمه دلوقتي احمد خالد احمد خالد اه قالك احمد خالد اول مر اسمع الاسم بتاعه بقى صح كارلوس لانه جاي في قطاع النشقيين اه يعني قعد سنتين ومشي السنة اللي فاتت لما عدى تجاوز السن اه فكارلوس ادي كارلوس هندريك بقى دي الكبيرة بقى بصراحة دي الملون دراحة قود الكبيرة علاقة بقى ايه لم اكن يوما مسؤولا خلال الفطرة بتاعة محمد طار عن حاجة انا تعينت يوم واحد واعتذرت متحدثة الرسمية اه لم اكن مسؤولا في اي مجال اخر لما عكبت معلاء عبدالصاد ولا مع عكبت انزيزه ولا مع حد خالص ورمان محمود طهر فهدرك ده يعني معلش يعني هي المسألة اللي ادى لك الملف الحقيقة حاجة من اتنين يعني هو لما اي ورق كده عتر فيه حد او حد عمل فيك مقلب انا معرفش يعني يعني الحقيقة ما كنتش احب اتكلم لان كل امور دي من 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 وضوحها الاستاذ شادي رد استاذ احمد جمال رد بس يعني قالك في السكة ايه طب هم عاديين يفسدوا فرحة الزمالك كيف نفسد فرحة فريق واخد البطولة هو زمالك عارف يفسد فرحاتنا ببطولة الدوري مهما هل مش هيفسد فرحاتنا بالزبط و احنا لما تعرضنا المضوعش كابالة انت قلت يتوقف انا ما قلتش احنا قلنا حنشوف رئيس لجنة المساباتة الذي هو مراقب المباراة هيعمليه هيذكر الاحداث دي ولا لا ده اللي قلناه